خليني بس أقول لكم بمنتهى الأمانة بمنتهى الأمانة بغض النظر عن الموقف الحالي للمدير الفني ريكاردو سوارش مع الفريق وإن في مجموعة من لعبين مش في حالتهم سواء بقى من تعب سواء من أمور ممكن تكون فنية بالنسبة لهم ومع بعيدة عن مستوائهم لكن في الآخر حتى الآن داخل الملعب جمهير النادي الآلي وكل مشاهدي ومحللي فريق النادي الآلي يعني ما شافوش بصمات خاصة بالمدير الفني وبالتالي من المتوقع من المتوقع أن يبقى في تفكير في مدير الفني جديد يعني عشان نبقى متفقين أن أو من وجهات النظر المختلفة للمحللين والمحللين الكبار سواء أهلوية أو محللين بعيدة عن الانتماءات شايفين أن حتى الآن ما فيش بصمات بالنسبة للمدير الفني الجديد بما فيهم طبعا يعني بعض أعضاء شركة الكرة وبعض أعضاء لجنة الكرة وداخل النادي الآلي بشكل عام شايفين أن الرجل النادي الآلي أكبر منه وبالتالي ممكن يبقى فيه تغييره في الموسم القادم أو بداية الموسم الجديد بمدير فني قوي مدير فني ليه اسمه يمكن فيه بعض الأسماء يعني بترشح أو مرشحة لوجودة في النادي الآلي من مديرين فني كبيرة لها أسماء الكبيرة فيه كرة القدم فيه مايكل سكيبي ده المدير الفني للسابق لفريق بروسيا دورتموند وأيضا يعني مدير الفني ألماني دي كرة الألمانية يعني عشان دي سنبقى متفقين وبرضو نفس الجنسية المدرب ماركو روزا طبعا ده نجم كبير مدرب لاتسيو الإيطالي السابق ودي دول اسمين موجودين لخلافة ريكاردو سوارس في الفترة القدم يعني عشان بس برضو أنا بقول ما يحدث أو بنتكلم فيما يحدث من كلام من محللين ورؤية فنية لمحللين ورؤية كمان فنية لجمهور النادي الأهل يعني شخصيا إن الأمور بالنسبة ليه اللعب أو المدير الفني حتى الآن ما شفناش شكل فني ليه اللعبين أو جمل ممكن تخلي الجماهين مطمئنة إن حتى لو اللعبة دي في حالتها إن الأمور ممكن تختلف مع النادي الأهل طيب